موسيقى مشاهدينا مشاهدي كرمة في كل العالم أهلا بكم اللقاء جديد مع مرة الأحداث حالة نادر 4-14 فبراير 20-24 كل سنة وحضراتكم طيبين طبعا هذا التاريخ بيحتفل في العالم كله بعيد الحب أو الفالنتاين عيد الحب الحقيقة كل سنة بيكون طبعا بنشوف بقى المحلات اللي بتزدهر بالقلوب والولود الحمراء وإنه بنقول إن دايما ده وقت جميل إن كل الناس تعبر عن محبتها لأسرتها لولدها وولدتها مش بس يعني العلاقات الحب بين الزوجين هو طبعا كان قديس فالنتاين كانت شهر بالتاريخ ده أو بعيد الحب علشان كان وقتها كان فيه قرارات إنه ما يكونش فيه زواج ولكن هو كان بيساعد هذا القديس فالنتاين إنه هو الشاب يعني الولد والبنت كان بيساعدهم على أنهم يتجوزوا بالرغم من القرارات اللي كانت مكحفة وقتها الحياة برضو فيه مظاهر جميلة كانت في الأقصر في عيد الحب توفد عدد كبير من السياح على معابد الأقصر وبرضو يمكن طبعا كان فيه سياحة أيضا لاتينية سياحة أسيوية فشوفنا هذه المشاهد الجميلة وفعلا فيه اهتمام زي ما بنقول دايما حتى بالرغم من الأحداث الصعبة اللي بنمر بيها لكن دايما بيكون فيه اهتمام زي ما قلت لحضراتكم مثلا بنلاقي المحلات كلها بتمتلق بالمشاهد أو المظاهر بالنسبة لعيد الحب ممكن تلاقي برضو أغاني تنتشر عن عيد الحب اللي بيبقى المتعرف عليه هو أيضا يعني بنلاقي برضو طبعا ممكن يكون فيه قلوب بالونات حاجات كتيرة وبرضو بنلاقي الصحف برضو ممكن أن هي تهتم بأنه موضوع عيد الحب وأن الملايين بيحتفل بيه حول العالم بعض الشوارع في بعض الدول بتتزين بالألوان بالورود الحمرة والدباديب والحاجات الجميلة دي وبرضو في بعض الأطباق وبعض الحلويات اللي بتكون كمان متميزة بالنسبة لعيد الحب كل سنة وحضراتكم طيبين وأعظم حب طبعا دايما بنذكره هو المسيح حب المسيح لنا اللي قدم نفسه على الصليب هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد كل سنة وحضراتكم طيبين بالنسبة لنا طبعا برضو بالنسبة للأحداث الأخرى عايز أقول برضو مع حضراتكم بعض العنوين الهامة وبالتأكيد أنه من حاجات من الموضوعات اللي احنا هنتم بيها النهاردة موضوع المفاوضات اللي كانت بتاستضفها الكاهرة بالأمس ووصلت لغاية إيه ولكن برضو كان في حدث مهم النهاردة هو أنه الرئيس السيسي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مش المكسيكي المصري عبدالفتاح السيسي وقريناته استقبل أردغان وقريناته في مطار الكاهرة وأن الزيارة دي قتت لأول مرة منذ 11 عام وبعد القطيع اللي كانت بين طبعا مصر وتركيا وفيه اتفاقيات وكان فيه مؤتمر صحفي نتطرك لأهم اللي كان بين الرئيسين في هذه الزيارة الهمة عندنا زي ما قلت لحضراتكم أيضا موضوع الخاص بالمفاوضات وقصة طبعا أنه كان في مصر هي اللي استضافت هذه المفاوضات المفاوضات كانت جمعت رئيس الموساد الإسرائيلي وأيضا رئيس المخابرات الأمريكية وكان كمان عندنا مع رئيس المخابرات ورئيس الموساد كان فيه وزير الخارجية القطري وأيضا كان فيه رئيس المخابرات المصري محمود عباس وللأسف المفاوضات لم تبشر بنتيجة بيقول أنها إيجابية وهيكون فيه استمرار بعض التصريحات ولكن اللي بتقول أنها تستمر لمدة 3 أيام وهنشوف برضو ردود الفعل الأخرى حول هذه المفاوضات عندنا أيضا بالنسبة لإسرائيل نشرت فيديو يظهر الصنوار وهو يهرب مع عائلته في نفق داخل قطاع غزة والأول كان فيه بعض الناس اللي نشروا على أنه إسرائيل هي اللي قدر تصور الفيديو ده لكن طبعا اتضح أن الفيديو ده كان من كاميرا مراقبة من كانت فيه الحاجات اللي عصرت عليها إسرائيل في هذا النفق عندنا كمان موضوع الرهائن أقارب الرهائن يقاضون حماس أمام المحكامة الجنائية الدولية فيه كمان هنتابع معاكم الهجومة الهوثيين أعلنوا عن هجوم أمريكي وبريطاني استهدف منطقتين الجبانة بمدينة الحديدة ورأس عيسى بمدرية الصليف وأيضا منطقة الحاج بمدرية بيت الفقي عندنا برضو بجانب المواضيع الخاصة بالحوسيين تصاعد الأمور على الحدود مع لبنان بين الإسرائيل وحزب الله كان فيه دربات استهدفت منطقة الصفد وأصابت إسرائيليين وإسرائيل ردت وفيه تصعيد كبير قوي في الحرب دلوقتي من ناحية مع طبعا حزب الله في لبنان عندنا كمان هنتطرق أيضا الأخبار لانتخابات الأمريكية وعندنا خبر في الوقت المتحدة الأمريكية مهم جدا لأول مرة منذ 150 عام النواب الأمريكي وصوت لصالح عزل وزير الأمن الداخلي وده برضو خبر يعتبر طبعا كان ليه أصداء كبيرة جدا هنتابع معاكم صحة وزير الدفاع الأمريكي لايد أستن وهو الخرج من المستشفى بيعمل من المنزل عندنا كمان عصفة سلجية قوية تدرب نيورك وعندنا طبعا فيه تطورات صعبة للجو بالنسبة لمصر وفيه كمان ارتباك في السوق الموازية للدولار مع ترقب خفض جديد للجنيه المصري وكان فيه برضو مستورد كان بيقول أنه سعر الدولار ممكن يوصل في السوق السوداء لـ 73 برة أخرى كل هذه الموضوعات هنتابعها معكم نهاردة إن شاء الله الزيارة الهامة للرئيس أردوغان لمصر وزي ما بنقول بقتت هذه الزيارة بعد 11 عام من طبعا أنه الرئيس التركي مزارش مصر لمدة 11 عام وأن خلال 11 عام دي كانت طبعا فيه القطيعة وأنه كان فيه طبعا تركيا بترعى الإخوان وطبعا كل ده كان حاصل في الفترة اللي فاتت ولكن طبعا هذه الزيارة أتت أيضا بعد ترتيبات وكانت لنا يمكن سنة كده والأمور كان فيه محاولات أنه يكون فيه أعادة العلاقات بين مصر وتركيا المستشار أحمد فاهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال بأنه من المقرر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومباحثات موسعة مع الرئيس التركي وطبعا التباحث كان هو بالفعل تم عمل هذا الأمر وكان فيه مؤتمر صحفي بعد المباحثات الرئيس السيسي كمان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا الرئيس السيسي لزيارة تركيا والرئيس السيسي كان بيقول أتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا إبريل القادم والمؤتمر الصحفي هنعرض لحضراتكم ملامح من هذا المؤتمر الصحفي اللي جمع ما بين الرئيسين وطبعا ده كان بعد الإعلان عن عدة اتفاقيات تمت ما بين البلدين وأيضا إحياء للعلاقات التاريخية بين مصر وتركيا رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود في البداية أن أرحب بفخامة رئيس رجب طيب أردوغان والوفد المرافق لسيادته في أول زيارة له لمصر منذ أكثر من عشر سنوات لنفتح معا صفحة جديدة بين بلدين بما يثر علاقتنا الثنائية ويضعها على مساريها الصحيح وأكد اعتزازنا وتقديرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا ويؤمن هنا إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نموا مضطردا خلال تلك الفترة فمصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية وقد أثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المسترك للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين وبالتالي سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون زي ما شفنا طبعا هذا الجانب وزي ما قلت لحضراتكم أنه كان أكد الرئيس السيسي أن تركيا ومصر تواجهان تحديات مشتركة بالنسبة لخطر الإرهاب وأيضا كان فيه توافق أيضا ما بين مصر وتركيا بالنسبة لضرورة وقف إطلاق النار في غزة والرئيس أيضا رجب طيب أردوغان من قصر الاتحادية تحدث عن أن تركيا تتقاسم مع مصر تاريخ مشترك يزيد على ألف عام وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هناك تعاملات تجارية هناك تعزيز تعاون بمجال الصناعات العسكرية والدفاعية وأكد أردوغان أنه لن نقبل أبدا بتطهير غزة من سكانها ونقدر الموقف المصري طبعا حضراتكم فاكرين أنه كان فيه توتر في العلاقات بالنسبة لموضوع البحر الأحمر والاتفاقيات اللي هي تقسيم المناطق اللي فيها استخراج للبترول بالنسبة ما بين تركيا واليونان وأبروس وكان فيه بعض الأقوال اللي بتقول أو تساؤل يعني هل التقارب المصري التركي يقلق يونان ولكن الحقيقة كان تم الجاء الرد لأنه احنا هنا بنتكلم في علاقات كانت انقطعت بسبب موضوع الأخوان وأنه فيه دلوقتي اتفاقيات كثيرة جدا تمت بين الطرفين على أمور خاصة بالاتفاقيات زي ما قلت لحضراتكم تجارية وأيضا تم مناقشة الأمور الخاصة بين البلدين ولكن بالنسبة لموضوع اليونان كان الحقيقة الكل بيؤكد أنه العلاقات بين مصر وتركيا لن تؤثر على العلاقات ولن تتدخل طبعا القاهرة ليست طرفا في المشاكل القديمة والمتعددة بين تركيا وبين اليونان فيه برضو خبر أحب أن أقوله لحضراتكم من لي علاقة بالمتحدث العسكري للقوات المسلحة كان قال أن فيه تدريب مشترك مع بريطانيا في مجال مكافحة الإرهاب واللي بتستمر فعلياته على مدار عدة أيام وأن فعليات التدريب تجرى في ميدان التدريب القتالي لقيادة قوات الصعقة في مصر وبالتأكيد طبعا الفترة اللي جاية هنشوف أيضا ردود فعل كثيرة وهتظهر أمور كان تم مناقشتها ما بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردغين بالنسبة للمفاوضات ومصر كما أعلننا الحلقة الماضية أن مصر كانت راعت تراع استضافة المفاوضات أو استكمال المفاوضات بالنسبة لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وبين حماس والحقيقة أن الاجتماع ده كان زي ما قلت لحضراتكم أيضا كان شمل مندوب أو رئيس المخابرات الأمريكية بيرنز وأيضا رئيس المساد الإسرائيلي ووزير الخارجية القطري وأيضا رئيس المخابرات المصري عباس كامل ولكن هل تم التوصل إلى شيء؟ يقال أن المفاوضات إيجابية ولكن لم يتم التوصل إلى شيء حتى الآن فيما يترقب أهالي غزة بقلق للاجتياح الإسرائيلي البري المرتقب لرفح تخرج من القاهرة تصريحات متفائلة بشأن التهديعة وتبادل الأسر بين إسرائيل وحماس مصدر المصري الرفيع المستوى وصف أجواء اجتماعات القاهرة بالإيجابية نافيا في الوقت ذاته وجود خلافات بشأنها وأشار إلى أن المحادثات التي تجري تحت رعاية مصرية قطرية أمريكية ستستمر خلال الأيام الثلاثة المقبلة وحسب وسائل الإعلام إسرائيلية غادر الوفد الإسرائيلي القاهرة بعد انتهاء جولة محادثات ثلاثة كما كشفت أيضا عن رفض رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو مخترحا لتبادل الأسر مع حماس أعده قادة الموساد والشباك في موازاة ذلك قال مصدر في حركة حماس لشبكة سي أن أن الأمريكية إن الحركة تعتبر الساعات القليلة القادمة حاسمة بشأن المحادثات الجارية لوقف إطلاق النار وإطلاق صراح المحتجزين وفي ظل تزايد الضغوط الدولية للتوصل إلى تهدئة أكد وزير الخارجية الأمريكي أن توني بلينكين أن الولايات المتحدة تعمل مع القاهرة والدوحة على مقترح من شأنها أن يفضي لإطلاق صراح المحتجزين نعمل على استعادة الرهائن في غزة والذين مر على اختطافهم 130 يوماً نعمل بشكل يومي مع مصر وقطر بشأن مقترح يقود إلى إطلاق صراح هؤلاء الرهائن المتبقين في غزة وحسب مصادر مصرية ستركز محادثات القاهرة على سد الثغرات المتبقية بين طرفي النزاع وصياغة مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مع ضمانات بأن الأطراف ستواصل المفاوضات نحو الحقيقة أنه الرئيس السيسي كان استقبل الحقيقة رئيس وكالة المخابرات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليم بيرز بحضور الوقع بس كامل وأيضاً الحقيقة شهد إلقاء استعراض تطورات الموقف الرهن الحقيقة مصر ترى فهم جداً في هذا الأمر ومصر تعتبر وسيط هي والقطر من الأول خالص بالنسبة حتى للهدنة اللي كانت قبل كده وبالتالي هناك محاولات فعلاً لدفع أنه يكون فيه اتفاق بالتأكيد المطالب اللي طلبها حماس تعتبر مطالب صعبة جداً وحتى إسرائيل من الأول قالت أن لا يمكن أن يتنفذ هذه المطالب بدرجة أن نتنياه وصف هذه المطالب بالوهمية نحية لكن هنحاول نشوف برضو يعني هو اللي تقال أن كان فيه وفد من أرسله نتنياه ومن الوفد ده مستشاره كان الوفد بس اللي هو كان أرسله نتنياه كان لمجرد وليس الاشتراك في المفاوضات ولكن لمراقبة المفاوضات يعني ما كانش اليوم قراء والوفد ده بعد ما خلص المفاوضات بتاعت مبارح يعني رجع على إسرائيل وكان مفروض أنه هو نتنياه يبعث الوفد ده تاني ولكنه رفض أنه يرسل الوفد اللي بيتقال من الخبراء ومن بعض المعلومات يعني اللي بترشح كده من بعد هذه المفاوضات بتاعت أمس أنه المفروض أن المفاوضات هتستمر على مدى ثلاث أيام وده كان مسؤول مصري وآخر أمريكي هم اللي كشفوا عن هذا الأمر لكن ما فيش تصرحات لدرجة أن حتى ولا إسرائيل ولا حماس أصدروا تصرحات رسمية لكن كل المتصرحات اللي احنا بنسمعها لغاية دلوقتي أنه الأمور إيجابية أنه إن شاء الله المفاوضات هتستمر يعني لو هي كانت مبارح ومدى ثلاث يامي بقى مبارح والنهاردة وبكرة وهنشوف هتصدر عنها أي شيء ولا لا والحيانة في ضغط كبير جدا من قبل مصر والولايات المتحدة وأيضا أوروبا على إسرائيل وقف العمليات العسكرية وأيضا هناك طبعا تنديد وتهديد كبير جدا بأنه أن لا تقوم إسرائيل على اللي هي تنوي القيام به وهو غزو مدينة رفح بريا فبنشوف الضغوط دي كلها برضو هل هتوصل معنا لشيء ولا لا نتنياهو بيرفض خطة استخباراتية هدفها إنقاذ الرهائم وده برضو كانت بعض التصريحات اللي صدرت عن هيئة البسة الإسرائيلية إن وكالة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك والجيش الإسرائيلي كان وضعوا إطار جديد لاتفاق هنا يهدف الإطلاق صراحة النهاء الرهائن ولكن بنيمين نتنياهو رافض هذا الأمر لم يتم الكشف عن أيضا تفاصيل الإطار لكن الهيئة الهيئة طبعا الهيئة البس الإسرائيلية كانت بتقول إنه الاقتراح تم وضعه من قبل الموساد والشباك وأيضا بالاتفاق مع الجيش ولكن الحياة الأمر كله متوقف على موافقة نتنياهو اللي هو مش موافق لغاية دلوقتي ونتنياهو رفض الخطوط العريضة أيضا للخطة للاستماع وأصدر تعليماته للسلاسي بالتوجه للقاهرة اللي هم كان من الموساد والشباك وأيضا مسؤول من الجيش ومستشار نتنياهو عموما لغاية دلوقتي زي ما بنقول العقبة هي نتنياهو تصرحت كتير جدا من أمريكا ومن أوروبا أيضا بتتحدث إنه حتى نفس الرئيس الأمريكي جو بايدن كان تحدث إنه العقبة وراء الاتفاق والمفاوضات هو طبعا نتنياهو نتنياهو يرفض مطالب حماس ويصفها بالوهمية حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في بيان مساء أمس أو بيان صدر مساء اليوم الأربعاء وصف مطالب حماس بالوهمية وإنه طبعا هو حماس عايزة أن يتم وقف الإطلاق النار وتنتهي الحرب بقابل الإطلاق صراح الرهائن ومش عايزين بس إطلاق صراح كل واحد إسرائيلي أمامه ثلاثة من الفلسطينيين لا عايزين كل واحد إسرائيلي أمامه ثلاثين أو مية وطبعا المطالب دي طبعا كان معروف أن إسرائيل لن توافق بها أبدا هناك أيضا منورات إسرائيلية لكسب الوقت ومحللون بيقولوا أنه فيه تضارب النتائج بعد اليوم الأول لاجتماع القاهرة زمونت لحضراتكم فيش أي حاجة رسمية وكل الكلام يعني إحنا حتى فيه لخبطة طب هو الوفد اللي غدر إسرائيل هل حد قال أنه رئيس المساد غدر محدش قال رئيس المساد غدر طب هم قالوا أن الوفد اللي كان بعته كان فيه رئيس المساد والشباك وكان فيه المستشار الخاص ابنتانيه فالغاية دلوقتي المعلومات يعني قدر أقول لحضراتكم أنه ما فيش معلومات مؤكدة لأنه خلاص الموضوع انفض المعلومات كلها واللي بيرشح من أخبار بتقول أنه لا فيه لسه أمل والمفاوضات إيجابية وهتستمر إن شاء الله لغاية ما نشوف حل لهذه الأزمة وأنه هيبحثوا هذا الأمر والفكرة في المساودة النهائية بيتم في إطارها وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مع وعد بمواصلة الجانبين والمفاوضات للاتصال الوقف دائم لإطلاق النار وهذا اللي هو بيحاولوا أنهم أخذوا الاقتراحات الإسرائيلية الاقتراحات المنحماس وبيحاولوا أنهم يوصلوا للمنتصف أو الاتفاق فيه يعني يرضي الطرفين فيه خبير فلسطيني أيضا في العلاقات الدولية نهاد أبو غوش قالت أن التصرحات اللي بتتناول نتائج اجتماع القاهرة جاءت متضاربة زي بقولوا حضراتكم ما حدش قادر يفهم حاجة حتى حماس نفسها قالت اوعد صدقوا أي أخبار تتنشر في أي معلومات أو أنباقة تتنشر في المواقع عن إحنا بنقول إيه أو إن إحنا وصلنا لإيه الموضوع لغاية دلوقتي كلها إطار مفاوضات في لخبطة حتى مزيعة العربية النهاردة كانت قالت أنه نتانيها وافق أن يرجع الوافد برة تانية ورجعت قالت لا الدنيا ما حصلش فيها كده فالمواضيع زي ما قالت كده خبير الخبير الفلسطيني في العلاقات الدولية نهاد أبو غوش أنه الأمور كلها جاية متضاربة ونتمنى إن شاء الله يعني ناخد الأراء اللي بتقول إن المفاوضات إيجابية وتسعى لردم الفجوات القائمة واللي غالبا ما تتصل بملف الأسرة يعني فيه فجوة ما بين الاتفاقين إن شاء الله يتم السماح بالنسبة لها برضو نتانيهو كان بيجدد بأنه لن يرضخ لمطالب حماس الهزيلة وطبعا كنا برضو في وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه الوافد عاد الوافد ده بس ما قالوش الوافد ده جوا مين وما حدش قال لغاية دلوقتي إنه رئيس المساد رجع زي ما بقول لحضراتكم إحنا بنحاول يعني إحنا معنا كذا خبر لكن لغاية دلوقتي الأخبار كلها زي ما قلنا متضاربة نتانيهو أيضا قرر إيفاد مستشاري استياسي الشخص برفقة رئيس المساد إلى القاهرة وده اللي كانت قال على مين هم الوافد كان مستشاره وكان الوافد ده كله بس بما ثابت إنه نوع من أنواع الرقابة ليس أكثر وما فيش أي دلوقتي بوادر من اللي بيتكلموا عنه بالنسبة لنا تانيهو ولا اللي بيتكلم عنه أيضا مسؤول حماس عن إنه فيه أي شيء هيحصل لكن جات برضو ردود فعل تانية مثلا من المعارضة حيث علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يقير لبيد على مفاوضات القاهرة موضحا أن حكومة إسرائيل من غير المسموح حضورها المفاوضات في مصر بصفة مستمع فقط وقال أضافة أساسا ليس ممكن أن تبزي الجهات الخارجية جهدا أكبر مننا لإطلاق صراحة مختطة فينا وكان برضو بيتكلموا على إنه وقف الإطلاق النار وحماية المدنيين وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة دي برضو كانت تصدرت اللقاء اللي جمع ما بين الرئيس السيسي وويليام بيرلز عموما يعني كان فيه برضو تصريح من كربي بيتحدث جون كربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض كانت تحدث عن سعادته بالنسبة لمحادثات وإنها محادثات بنائة هنشوف هتوصل لغاية إيه والغاية دلوقتي زي ما بقول لحضراتكم الجانب الآخر بقى إن إحنا دلوقتي زي ما شرحت الحلقة اللي فات مشكلة المحادثات والمفاوضات لو ما وصلناش الاتفاق فيها إسرائيل قالت إن هي هتقدم على اجتياح رفح بريا هم الغاية دلوقتي بيدربوا طبعا بعض الدربات الساروخية الحقيقة مصر على الجانب الآخر ما زالت بيعني تقوي الدفاع وأرسال الدبابات والغاية دلوقتي القوات المصرية بتعزز انتشارها على الحدود وعمدت إلى زيادة ارتفاع الجدار الحدودي مع قطاع غزة ووضع المزيد من الأسلاك الشائكة وإن الإجراءات دي بتأتي بسبب تعرض أجزاء من الجدار وأسلاك الشائكة لأضرار جراء القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني منه اللي هي كانت الفترات اللي فاتت بتضرب برضو على مناطق داخل رفح الفلسطينية واللي طبعا دلوقتي برضو مستعدة مصر مستعدة لأي السيناريوهات مصر تزداد قوة يوما بعد يوم وده كانت الحقيقة تحذيرات إسرائيلية من حصول مصر على السلاح جديد وده كان بناء على تصريح أو مقال كان في مجلة عسكرية إسرائيلية كانت بتؤكد أن مصر بتواصل بناء قواتها البحرية بخطوات عملاقة وأنه البحرية المصرية باتت تسادس أكبر قوة بحرية في العالم وتزداد قوة يوما بعد يوما والتقرير برضو كان من هذه المجلة العسكرية الإسرائيلية والتقرير بيتبع المجلة دي بتتبع الجيش الإسرائيلي قالوا أنه منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أدركت البحرية المصرية الفجوة التشغلية لديها تحت الماء وأعدت برنامج لبناء القوة مسيرا للإعجاب من حيث النطاق وأن بدأت البحرية المصرية في بناء قوتها يعني مصر دلوقتي بتكسف أمنيا على الحدود ورفعت الصور وحطت أسلاك شائكة وبعت الدبابات وأيضا بتكسف التواجد الأمني وكمان إسرائيل نفسها بتتحدث عن القوة البحرية المصرية فبالتالي الوضع كده هنا كله بيؤكد أنه الأمر وعلى فكرة طبعا هناك تقارير كثيرة جدا بتؤكد أنه أمريكا والدول الأوروبية وحتى إيمانويل ماكرون والكل وكانت زيارة برضو كانت للعهل الأردني في أمريكا هنتطرق إياها بعد قليل كل الضغوط وكل الدول سوء عربية أوروبية أمريكية حتى روسيا كله بيحذر إسرائيل من إقدامها على غزو رفح فهنشوف يا رب إن شاء الله ما تحصلش أي غزو ولا نبص نلاقي ونوصل فعلا لاتفاق في المفاوضات لأن ده يعتبر بمثابة إنهاء لهذا الأمر وإن إحنا برضو قصص الرهائن وكل القصص دي إن شاء الله تنتهي على خير بالنسبة لفيديو كان نشرته إسرائيل بيظهر السنوار وهو بيهرب مع عائلته في نفق داخل قطاع غزة هذا الفيديو لم أول منتشر كان فيه برضو تضارب الناس بتقول إيه ده إسرائيل رطب يا جماعة إسرائيل نشرة فيديو للسنوار يعني هي إزاي طيب هي قدرت إن هي يعني سجلت الفيديو من غير ما ده هي بتحاول توصل للسنوار عشان يعني تقتيله أو تغتيله فمش معقول إنه يكون الموضوع ده إن الفيديو ده عبارة عن إنه إسرائيل هي اللي صورته أو إن هي اللي شافت هذا المشهد خليني نشوف هذا التقرير ونحكي لحضراتكم حقيقة هذا الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على السنوار فالفيديو بيظهر إنه الكلام ده كان بيقال برضو إنه ده كان عشرة أكتوبر داخل نفع في الأراضي الإسرائيلية يعني مش إسرائيل اللي صورته المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في بيان خلال عمليات وحدة خاصة إنه تم اكتشاف شريط فيديو في نفق من كاميرا أمنية مليئ كانت موجودة في الاكتشافات اللي اكتشافها اليومين اللي فات وأنا كنت قلت لحضراتكم برضو عن أفخاي أدروعي كانت تكلم عن الاكتشافات اللي شافوا فلوس ودعم إيران وفلوس جاية من إيران للسنوار وكان فيه فلوس برضو السنوار شايلها في النفق ده كلها في حوزة إسرائيل هاجاري قال إنه هو هرب مع عائلته من نفق تحت الأرض إلى مجمع أمن بناه مسبقا وده بيقول إن برضو قال الجانب الإسرائيلي إن الفيديو ده للسنوار نتيجة مطارداتنا هذه المطاردة لن تتوقف حتى نقبض عليه حيا أو ميتا وزي ما قلت لكم كده إنه هم الجانب الإسرائيلي هو اللي قال إن الفيديو ده كان تاريخه عشر أكتوبر وده طبع من كاميرا المراقبة وإنه كان بعد ثلاث تيام من الهجوم اللي هو أودى بحياة أكتر من ألفين شخص من الجانب الإسرائيلي القناة نشر الإسرائيلية قالت إنه نشر الجيش الإسرائيلي الفيديو زعيم حركة حماس في غزة يحيا السنوار داخل أحد الأنفاق رفقة عائلته بالتزامن مع محادثات القاهرة يعتبرا عملا من أعمال الحرب النفسية ضد حماس كمان كان فيه برضو لواء إسرائيلي أكد على إنه طبعا إسرائيل لم تصور السنوار ولكنها عصرت على الفيديو وده اللي أكده الجانب الإسرائيلي دي كانت برضو كان الجانب الجيش الإسرائيلي بيواصل قصف معظم مناطق غزة في اليوم المية واحد وثلاثين للحرب والحقيقة إنه الدربات بتشمل كمان رفح الحقيقة دربات على خان يونس دربات على مناطق مأهولة غرب وجنوب مدينة خان يونس وكمان دربات على رفح رئيس الأركان الإسرائيلي هيرسي هالفي كان بيقول بنعمل على تحسين خططنا في رفح الفلسطينية ونستطيع الوصول إلى أي مكان حتى في جنوب غزة ومنظمة الصحة أيضا العالمية حذرت من إنه تكون فيه مأساة إنسانية كبيرة جدا ومجزرة في غزة لو حصل إنه إسرائيل اجتاحت رفح بريا وإنه بتقول برضو منظمة الصحة لن نتعاون مع إجلاق قصري من رفح هو طبعا حتى ناس الفلسطينيين فيديوهات كتيرة بتظهر إنه نفس الفلسطينيين مش عايزين إنه هم يروحوا ويدخلوا على مصر وإنه هم عايزين يرجعوا بس في نفس الوقت ما كانش فيه أي ضمانات والفلسطينيين لسان حالهم دايما ما فيش مكان آمن دلوقتي فيه قطاع غزة كله هيروحوا فين محدش عارف دلوقتي غير دلوقتي خطة نتانياهو طب أنت بتقول هتفتح لهم مصار آمن هتوديهم على فين عموما طبعا برضو الاتحاد الأوروبي بيستنكر التصرحات الإسرائيلية اللي يجب أقول لحضراتكم نتانياهو قال لك إن إحنا هنفتح ممر آمن طب يا عم ممر آمن هتوديهم فين فيه خطاب شديد وقوي لجوزب بوريل بسقول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يقول من قلب أوروبا الجميع يذهب إلى تل قبيب للتوسل فقط نتانياهو لا يستمع لأحد سوف يقومون بإخلاق رفح لكن إلى أين إلى القمر وبيقول للولايات المتحدة عليها بالتوقف عن الحديث عليها أن تفعل شيئا على الأرض لإيقاف كل هذا يجب عليها أن تقلس إرسال الأسلحة إلى إسرائيل فورا وده اللي عملته محكمة هولندية وده اللي يعني حتى جوزب بوريل أصلي يا جماعة فهلا حتى الفيديو عرضناه لحضراتكم من إحدى القنوات الإسرائيلية اللي بتتكلم مع نتانياهو ما كانش عارف يرد طب أنت هتوديهم فين عشان كده جوزب بوريل بيقوله يعني أنت هتوديهم الأمر الوضع طبعا نتمنى من كل قلوبنا أن نوصل للمفاوضات ماكران بيقول لنتانياهو نتمسك بأمن إسرائيل ونعارض الهجوم على رفح وده كان في اتصال هاتفي تأم ما بين ماكران ونتانياهو الأمين العامل جامعة الدول العربية أبو الغيد بيحذر الكل بيحذر أنه نوايا إسرائيل بفرض واقع النزوح على مئات الآلاف من الفلسطينيين اللي رجأوا اللي رفح كملاز يعتبر دي خطة مكشوفة ومرفوضة على طول الخط وتنتوي على تهديدات خطيرة الاستقرار الإقليمي لأنه دي خطة إسرائيل إسرائيل قعدت تزوء فيهم عشان بعد كده يبتدوا يدخلوا على سيناء وطبعا من الأول الرئيس السيسي قال له طب ما عندك صحراء النقب ما تاخدهم هناك عايز تزوءهم ليه علينا وفي نفس الوقت أنتوا قعدتوا تترحلوهم تفضلوا تزوء فيهم ويلا ارحلوا من هنا وإخلوا المناطق دي وروحوا المناطق هنا من الشمال للجنوب والجنوب أخان يونس كويسة وما فيش حاجة رحوا ضربتوا خان يونس لأ خان يونس نحن عناد رفيا يلا روحوا ناحية المواصي ناحية الحدود في رفح الفلسطينية طب ما ودتهمش ليه لصحراء النقب ليه ودتهم كده يعني صحراء النقب لو حضراتكم الخريطة الخاصة بإسرائيل وغزة والحدود مع مصر كان مفروض أنه ينزلوا لصحراء النقب مش أنك انت بتحاول تزوءهم ناحية سيناء فبالتالي الخطة دي مكشوفة وزير خارجية المغرب أيضا قال اقتحام إسرائيل لمدينة رفح الفلسطينية يقضي لعواقب إنسانية كارثية بالنسبة لموضوع الرهائن لغاية دلوقتي طبعا أقارب الرهائن مستقين من اللي بيحصل وأنه لم يتم التواصل إلى اتفاق وبيقادوا حماس أمام المحكمة الجنائية الدولية حيث يتوجه نحو 100 من أقارب الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة أو توجهوا إلى لهاي لتقديم شكوى ضد حماس وأنه لغاية دلوقتي بيقال إن في 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة من بينهم 29 يعتقد أنهم لقوحت فهم من أصل 250 كانوا اختطفوا يوم 7 أكتوبر الحال بيت الأبيض بيقول ما عندناش أي معلومات بتصير إلى وفاة محتجزين أمريكيين في غزة محمود عباس كمان بيطالب حماس بسرعة إنجاز صفقة التبادل لتجنب الكارثة القبرى وهي كارثة طبعا كله بيقول إن لو حصل اجتياح بري اللي رفح من قبل إسرائيل هتحصل كارثة زي الكارثة اللي كانت حصلت في 48 واربعين ومحدش يتمنى أبدا هذا الأمر القوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الغربية بنابلوس برضو يعني عندنا دلوقتي طبعا الحدود المصرية زي ما أنا بقولهم كل مرة وداخل إسرائيل وعندنا كمان الضفة الغربية داخل عفوا قطاع غزة بالنسبة لحاليا مركزين على خانيونس وعندنا كمان الضفة الغربية نابلوس وعندنا كمان المنطقة اللي هي على الحدود مع لبنان كل هذه المناطق واللي كان بيخشى منه الجميع بإنه يتم توسيع رقعة الحرب ده حصل بالفعل للأسف بن جفير بيهاجم فرنسا بعد عقوبتها ضد 28 مستوطن بالضفة الغربية كل دي كانت أحداث بالنسبة لزي ما قولنا التطورات اللي داخل طبعا قطاع غزة واللي في نفس الوقت أيضا بالنسبة للضفة الغربية والكل بيحذر من إنه اجتياح رفح نأتي إلى مقتل امرأة وإصابة سبعة آخرين أسر هجوم في منطقة صفد صفد الحقيقة والمنطقة دي هنا دلوقتي يعني أدت إلى تصعيد كبير جدا دربات من حزب الله وهذه الدربات أصابت إسرائيليين ومنهم كان جنود الحقيقة وهم كانوا جنود وقتلت جندية وأصيبة سبعة أسر هجوم ساروخي في منطقة صفد حيث قتلة وقتلة أيضا بيقال إن فيه كمان مستوطن اتقتل كمان برضو عموما طبعا جاء رائس استقود ساروخ أطلق من جنوب لبنان وفيه تلاتة من الجرحة حالتهم متوسطة وأربعة إصابتهم بسيطة والجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندية يعني فيه مستوطن وفيه جندية يعني فيه عدد من القتلة زي ما قلنا لحضراتكم وإنه فيه كمان عدد من الإصابات يعني قدرت بسبعة على الأقل المشاهد اللي حضراتكم شايفينها دي ده بالنسبة طبعا حصل إطلاق سافرات الإنذار في صفد بعد استهدافهم بالسواريخ وبعد كده أعلنوا عن زاعة الجيش مقتل إسرائيلية وإصابة سبعة آخرين وبعدين أعلنوا وقالوا مستوطن وبعدين قالوا جندية فبالتالي دلوقتي ممكن تكونوا حصيلة عدد من القتلة مع الإصابات وده كان المشاهد عقب هجوم صفد إسرائيل بدأت سلسلة ضربات على لبنان وبرضو دي المشاهد والصور الأولى للضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ سلسلة ضربات على لبنان أصفرت عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة حضاشر آخرين في غارتين إسرائيليتين على بلدتين الصوانا وعد شيط جنوب لبنان والحقيقة أنه كان جاندس عدو حكومة الحرب الإسرائيلية بيتهم جهة أخرى في لبنان وبيقول أنه مش حزب الله وحده المسؤول عن هذه الدربات أما حسن نصر الله الأمين العام للأمم أعفوا الأمين العام لحزب الله اللبناني كان بيقول نقاتل في الجنوب وعيننا على غزة نقاتل في الجنوب وعيننا على غزة طيب في نقطة عندما يقف العدوان على غزة ويقف إطلاق النار في غزة سيقف إطلاق النار في الجنوب طلع وزير الحرب الإسرائيلي شو قال قال لا حتى لو وقفنا بغزة نحن من نكمل بجنوب كمان أهلا ومرحب ما في مشكلة بتكمل بجنوب منكمل بجنوب يعني معنى كده أن التصعيد تم بالفعل والجيش الإسرائيلي برضو كمان بيقول عصرنا على موقع حاولت فيه حماس استنساخ مصايرة إسرائيلية سقطت في غزة والاحتلال الجيش الإسرائيلي أعلن تحطم إحدى طائراته العسكرية أمس في لبنان حزب الله أعلن السيطرة على مصايرة إسرائيلية من تراز سكايلارك وعلى فكرة الخبر ده كان يعني مكتاح كل المواقع بالأمس بأنه إحنا دلوقتي طبعا الموضوع حصل فيه تصعيد وأنه بالفعل حزب الله بقى بيشتارت طبعا أمريكا مش عايزة يكون فيه تصعيد وحرب تمتد لبنان ولكن اللي حصل دلوقتي أنه إسرائيل بترد على الدربات وفي نفس الوقت حزب الله قال مش هنتوقف إلا لما توقف الحرب في غزة وطبعا لغاية دلوقتي ما فيش أي حتى الاتفاقية والكلام ده على أنه توقف الحرب حرب غزة لغاية دلوقتي حصل طبعا عدد الضحايا ارتفع زي ما قلت لحضراتك واقترب من 29 ألف وعندنا برضو عدد المصابين حوالي 69 ألف مصاب القوات الإسرائيلية كانت مستمرة في مهاجمة مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة وفي قناسة من الجيش الإسرائيلي برضو كانوا قالوا أنهم قتلوا ثلاث فلسطينيين الوضع مأساوي بكل المقاييس وبالنسبة للمستشفى برضو كانوا بيقولوا أنهم عايزين يجلوا المستشفى ويحاولوا يرجعوهم مرة تانية للشمال كتائب القسام أيضا كل يوم بتعلن عن تفجير عن إصابة أو استهداف عدد من الجنود وقالوا برضو أنهم فجروا ثلاث فتحات أنفاء كان بداخلها قوات إسرائيلية في خان يونس وأعلنوا أيضا استهداف نقلة تاي جند للجيش الإسرائيلي في خان يونس كل دي كانت زي ما قلت لحضراتكو كده أمور خاصة بالحرب اللي مستمرة إلى الآن والوضع الإنساني صعب جدا وفي غاية الصعوبة نأتي إلى الزيارة التي قام بها العاهل الأردني إلى أمريكا والتقى العاهل الأردني بالرئيس الأمريكي جو بايدن حيث طالب العاهل الأردني بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة حيث كمان كان من ضمن الأمور اللي هي كان تطرق إليها العاهل الأردني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هو طبعا التحذير من أي هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح المقتزة والواقع جنوب قطاع غزة وأنه أكد العاهل الأردني أنه لو حصل فعلا الملك عبدالله الثاني طبعا أكد أنه إذا حصل وهجمت إسرائيل منطقة رفح بري سينتج عن هذا كارثة إنسانية جديدة أشار الرئيس بايدن إلى اتفاق قيد البحث ووقف الأعمال الإعدائية لستة أسابيع اللي هو الاتفاق اللي زي بنقول كان موجود في مصر والمفروض على مدى ثلاثة أيام الملك عبدالله أيضا قال إن الحرب على قطاع غزة تعد واحدة من أكثر حروب تدميرا في التاريخ الحديث حيث لا تزال مستمرة وأنه لا يمكن أن نقف متفرجين وفيه بيان كان نشره الدوان الملكي الأردني أكد فيه العاهل الأردني على ضرورة وقف إطلاق النار أيضا حذر العاهل الأردنية الملك عبدالله من خلال لقائه نواب بالكونجرس الأمريكي من تقويد فرص إحياء السلام وأنه أيضا أجدد خلال لقائه لبلينكين رفض الأردن التام لمحاولات تهجير الفلسطينين لأن الخطة عايزين يهجروا الفلسطين من الضفة الغربية للأردن وعايزين يهجروا الفلسطينين من غزة إلى سيناء وبالتالي يتم التأكيد على رفض هذا الأمر مرارا وتكرارا ده بالنسبة للقاء اللي جمع ما بين العاهل الأردني والرئيس الأمريكي وأيضا الوجود الرئيس العاهل الأردني في الكونجرس الأمريكي قبل ما خلص الموضوع بتاع الحرب الحقيقة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وبالتحديد مواقع اكس تويتر سابقا أنه في عربيات النقل العربيات اللي هي بتحمل المساعدات واللي دخلت من عبر المعبر فوج الحقيقة أنه فيه كتير قوي الناس قاعدة مسكة حجارة وطوب وقاعدة تضرب العربيات دي وبتقسرها واتقال أنه طبعا مصر يعني كانت نقلت عدد كبير جدا من هذه المساعدات لقطاع غزة عن طريق دخول هذه الشاحنات من معبر رفع فالحقيقة الوضع ده وكان أتى هذا الأمر بعد انتشار فيديوهات من فلسطين الفيديوهات دي بتتكلم على مصر وعلى الوضع طبعا على تستنكر دور مصر وفي منهم شتائم الفلسطينيين بيشتموا مصر والأمور دي كلها والحقيقة لغاية دلوقتي ما كانش فيه رد رسمي على صحة هذه الأمور ولكن زي ما انتوا شايفين فيه فيديوهين نعرضهم على حضراتكم كده بسرعة واللي بيصور الفيديوهات دي بيأكد أنه الشاحنات المساعدات للأسف أن هي يعني طلقت يعني ضربات واستهداف من قبل فلسطينيين على الجانب الفلسطيني من معبر رفع أي حد محمد معبر رفع يخلي باله يا جماعة أي عربية بتخشوا جوه بتتكسر أي عربية دول عربات دول دخلوهم جوه قالوكم هتدوم الفين ونص ودخلوهم عافية عشان يخشوا على التقف معبر رفع من جوه عند المستشفى وفيه اللي دخل جوه فجماعة العجل بيخش جوه يتكسر يتسوئين اتضربت عرباتهم اتكسرت كل ده عشان دخلت جوه فلسطين جزء أيضا اللي يعني زي ما حزب الله كده مستمرة في الدربات وإسرائيل بترد عليها عندنا برضو الحوثيين طبعا في اليمن لازم هم كمان يسندوا غزة ومن فترة طويلة هم مستمرين على استهداف السفن الأمريكية الأول كالإسرائيلية وبعد كده بعد دربات أمريكية بريطانية بدأوا يستهدفوا السفن كمان الأمريكية والبريطانية وكل ما بيحصل استهدافات الحوثيين بيردوا يعني أقصد كل ما بيحصل استهداف على السفن الدربات البريطانية والأمريكية بتستهدف الحوثيين المهم أن هم أعلنوا عن أن بالفعل حصل هجوم أمريكاني بريطاني والهجوم ده كان فيه هجوم مبارح وهجوم النهاردة استهدف هذا الهجوم منطقتية الجبلية بمدينة الحديدة ورأس عيسى بمدرية الصليف ومنطقة الجح بمدرية بيت الفقه وزي ما قلت لكم أنه كل هذه الضربات البريطانية والأمريكية على الحوثيين والاستهداف بيقابلها الحيطة الصرحات من الحوثي اللي هو المسؤول عن طبعا هذه الجماعة الحوثيين وبيقول أن احنا حققنا نصرف منع ومرور السفن الإسرائيلية ونتجه إلى تصعيد حركتنا ولكل التقارير بده بتقول أنه للأسف غالبا أنه اللي حاصل دلوقتي أن دي تعتبر مصيادة واشنطن بتستنفي السواريخ ضد الحوثيين وما فيش أي نجاح فيه أن هما يوقفوا الهجمات اللي بتقوم بها الحوثيين على السفن لغاية دلوقتي بدأت الولايات المتحدة اللي أنشأت أقوى مجموعة بحرية في البحر الأحمر على مدى العقود القليلة الماضية تشعر بمجاعة زخيرة فقد تبين أن استهلاك الزخيرة أعلى من المخطط له بل كان على المدمرات الأمريكية استخدام صواريخ باهزة السمن لصد مصيرات وصواريخ حوثية رخيصة السمن نسبيا وبالتالي هنا بيتكلموا برضو أنه هو طبعا إيران بتدعم الدربات الحوثيين وإيران كمان أطلقت صواريخ بعيدة المدى من سفينة في خليج عمان وما زالت دلوقتي جبهات إسراع ممتدة إلى الآن وأعتقد أنه الملاحة في البحر الأحمر دلوقتي كتير جدا من السفن أعلنوا عدم عودتهم مرة أخرى في الملاحة من خلال البحر الأحمر ولا قناة السويس وأنه كتير جدا من السفن دلوقتي بتمر أو بتأخذ طريق رأس الرجاء الصالح بعد الأخبار الهامة كده هنقولها لحضراتكم بشكل سريع من مصر ومن أيضا أمريكا والحرب الروسية الأوكرانية عندنا الأول كان في حادث صعب جدا في مصر الحادث دا كان تصادم مكتورة بأربع سيارات ميكروباس بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي نتج عنه مصر 15 وإصابة 7 حيث لقى 15 شخص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم مروري بين سيارة نقل مكتورة وأربعة سيارات ميكروباس بالقرب من كبري السروة السمكية في منطقة العمرية غرب محافظة الأسكندرية وعلى الفور طبعا انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أنه سيارة نقل مكتورة كانت محملة زلط استضبت بأربع سيارات ميكروباس وأدى الانكلاب واحدة من ميكروباسات اتقلبت ونتج عن هذا الحادث انقلاب ميكروباس واحتراق ميكروباس أخرى بالإضافة إلى وجود سيارة أسفل المكتورة يعني الحادث كان الحقيقة صعب جداً زي ما حضراتكم شايفين بالنسبة للطاقس الحقيقة هنبتدي بالطاقس في مصر وقد إيه فعلاً دلوقتي كان في تحذرات من الأرصاد بأنه الطاقس متغير وأنه انخفضت درجات الحرارة أعلنت الدكتورة منار غانم عفواً كانت الدكتورة منار غانم فعلاً بالنسبة للهيئة العامة للأرصاد بأنه الدرجات الحرارة انخفضت وأنه فيه هتشهد أيضاً مصر عدة عدد من الأمطار في أماكن مختلفة درجات الحرارة تصل إلى 17 درجة مع نهاية الأسبوع سقوط أمطار خاصة على المحافظات الشمالية والواجه البحري وقد تمتد المناطق من القاهرة الكبرى أدى الأمر إلى أنه بالنسبة للأسكندرية أمطار الأسكندرية تعطيل الدراسة غداً بمدارس الأسكندرية نظل عن سوق الطاقس كان فيه برضو كلام عن أنه أمطار غزيرة وانخفضت في درجات الحرارة بالنسبة لقفر الشيخ وكان فيه برضو غيوم ورياح شديدة محملة بالأتربة ضربة الإسماعيلية يعني فعلاً الجاو في مصر كان متقلب بشكل كبير جداً عندنا برضو كانت فيه تقارير عن فيديوهات وسيول مدمرة في سلطنة عمان برضو تم نشر بعض المشاهد والفيديوهات لسلطنة عمان والفايدانات كان فيه برضو كمان فايدانات في دبي وأغلاقت شوارع وعرقلت حركة المرور الجو كله متوتر كان فيه برضو فايدانات في الإمارات عطلت أيضاً حركة المرور وكل ده طبعاً كان بشكل صعب جداً فيه برضو سيارات طفت في شوارع في دربة أنطاليا التركية زي ما انتم شايفين المشاهد يعني الأمطار كانت في المنطقة كلها مش بس في مصر في الدول العربية زي ما حضراتكم شايفين وكمان فيه تركيا أما بقى فيه الولايات المتحدة الأمريكية فكان فيه فايدانات غمرت الطرق في ولاية ألباما الأمريكية لكن أصعب حاجة حصل حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية في نيورك عندنا حالياً في نيورك عصفة سلجية شديدة جداً ضربت نيورك وشهدت مناطق شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية هذه العصفة الشتوية الشديدة التي لم تحدث منذ عامين أدت إلى تساقط سلوك سميكة في نيورك تسببت في إلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس إلغيت أكثر من 1220 رحلة جوية بما فيها 43% من الرحلات في مطار لاجارديا في نيورك بالإضافة إلى واحدة من كل خمس رحلات في مطار جون أف كندي وكمان كان فيه برضو المدارس هناك إغلاق للمدارس في مدينة نيورك ودعت السلطات العامة إلى تجنب القيادة وصل الظروف قد تكون خطرة وغطت سلوك سميكة مدينة نيورك بحوالي اللي هي طبعاً بيقتنها حوالي 8.5 ملايين نسمة وكان فيه برضو مشاهد زي ما شفتكم مشاهدينا سنترال بورك جسر براكلين ساحة تايم سكوير ودواحيها هذه العاصفة لم تأتي على نيورك منذ عامين وهي عاصفة شديدة جداً جداً ومستمرة حتى الآن ربنا يكون فعون كل الناس اللي عايشين في هذه المناطق المضطربة بالنسبة للأخبار المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية كان عندنا كده لأول مرة منذ 150 عام النواب الأمريكي يصوت صالح عزل وزير الأمن الداخلي ده بسبب موضوع الهجرة الحقيقة وقوانين الهجرة حيث صوت مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الحزب الجمهوري أمس السلساء لصالح عزل وزير الأمن الداخلي مايوركس وهو أول وزير يتم عزله منذ ما يقرب من 150 عام وده جيه بعد أسبوع من الخسارة التي مني بها الجمهوريين في مجلس النواب عندما حاولوا عزل مايوركس وقدت انشقاقات بين النواب الحزب الجمهوري وإضعاف التصويت وصوت ثلاث نواب جمهوريين مع الدموقراتيين ضد هذا الإجراء ده اللي حصل من أسبوع لكن بعد كده جمم برحوا ونجحوا وطبعاً الخطوة دي كانت لقت ردود فعل غاضبة جداً من الرئيس الأمريكي جو بايدن وهيشوفوا برضو مجلس الشيوخ هيعمل إيه عموماً عندنا برضو الخبر الثاني المهم في أمريكا هو موضوع صحة وزير الدفاع لويدا أستن وكان بعد ما تم إعلان أنه دخل المستشفى ودخل رعاية مركزة مرة تانية عشان عنده سرطان في البروستاتا البنتاجون أعلن أن وزير الدفاع خرج من المستشفى ويعمل من المنزل والحقيقة الرئيس بايدن متمسك بشكل كبير جداً بوزير الدفاعه رغم طبعاً الأمور الكتيرة اللي كانت حصلت ورغم أنه أخفى وزير الدفاع وزارة الدفاع أكدت خروج أستن من المستشفى وأستن عنده سبعين سنة وكان دخل علشان مشكلة في المسانة ودي المرة التانية اللي بيدخل فيها المستشفى الوزير الأمريكي كان من المقرر أنودلي ببيان أمام الكونجرس عن وضعه الصحي في 29 فبراير بعد تعرض الانتقادات بسبب عدم كشفه عن تشخيص إصابته بالسرطان ولكن ما زال الرئيس بايدن بمتمسك الحقيقة بوجوده كوزير للدفاع ودي حاجات من الحاجات الأضعافة اللي بتضعف موقف بايدن أيضاً بالنسبة لموضوع الترشح للانتخابات الأمريكية لأنه لغاية دلوقتي فيه برضو هفوات تانية بدأنا نشوفها للرئيس بايدن الحقيقة لقينا أنه في بعض أثناء وجود العهل الأردني معاه وفي أثناء المؤتمر الصحفي والعهل الأردني الماك عبدالله بيتكلم كان فيه تحرقات تصرفات غريبة من الرئيس بايدن أصار التفاعل بمؤتمر الصحفي هنا طبعاً أهو معلش نكبر الصورة بعد ما بدأ بصوا لقوا الرئيس بايدن ماشي مين وبعدين هيرجع تاني ومش عارف يروح فين بصوا حضراتكم فطبعاً ده كان أثار شوية كده تفاعل على هذا الأمر حاجة تانية برضو الرئيس الأمريكي وصف مجزرة رفح بعمليتنا العسكرية قبل ما يعدل العبارة بعبارة أخرى ودي برضو كانت من الهفوات التانية للرئيس بايدن حيث وصف مجزرة الجيش الإسرائيلي في رفح بنها عمليتنا العسكرية وبعد كده وصفها بالعملية الكبيرة وده برضو كان خلال المؤتمر الصحفي اللي كان مع العاهل الأردني الحزوز دلوقتي فيه انتقادات كبيرة جداً من الحزب الديموقراطي على هذا الأمر على فكرة على هفوات بايدن وعلى النسيان وعلى القوة المقدرة العقلية ليه كل دي برضو بدأت دلوقتي فيه القنوات الأمريكية يتحدثون عنها كان فيه برضو المدعي العام الجمهوري ولاية فيرجينيا كان بدعا رسمياً نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين وسعي إلى إقالة الرئيس بايدن من منصبه فلكم أن تتخيلوا حضراتكم أنه دلوقتي زي ما بنقول كده أن فيها فوات الزاكرة وأنه لا يصلح أنه يتقدم لسباق الرئاسة الأمريكية عندنا كمان برضو كان فيه اليومين اللي فاتوا جدل ما بين الرئيس ترامب والرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب موضوع التصرحات ترامب حول حلف النيتو بايدن وصف هذه التصرحات بأنها غير لائقة وطبعا ما زال برضو الأمور الخاصة ما بين بايدن وأيضا نيكي هيلي لكن الحقيقة هناك دعم كبير جدا من الجمهوريين للتصرحات اللي بيضلي بها ترامب هذه الأيام وده معناه أنه غالبا ترامب اقترب من أنه هو يكون مرشح الحزب الجمهوري كان عندنا بعض برضو اللي فيه دلوقتي سخونة الوضع المتأزم في الولايات المتحدة الحرس الوطني في تكسس رفض الاستجابة لأمر المحكمة العليا بإزالة الأسلاك الشائكة في إيج الباس عن طريق تركيب المزيد والحاكم أبوت قال أن تكسس لن تتراجع مهما بلغ الأمر وهي تدافع عن حدودها عندنا برضو كان فيه سقوط ضحايا بينهم أطفال في حادث اقتحام سيارة المستشفى طوارئ بولاية تكسس الأمريكية عشرة أطفال أصيبوا فيه برضو حادث تاني كان حادث فيه كنيسة والحادث اللي في الكنيسة ده كان الحقيقة فيه امرأة أطلقت النار باستخدام بندقية طويلة داخل كنيسة كبرى شهيرة في هيوستن بولاية تكسس الأمريكية وده حصل يوم الحد الماضي واللي تقال برضو أنه بيعتقد أن السيدة دي في السلسينات من عمرها وأن هي دخلت الكنيسة حوالي ساعة 2 دهر الأحد ببندقية طويلة وأطلقت النار وقائد الشرطة قال أن ضابطين كانوا خارج أوقات العمل أطلقت النار على المهاجمة وتوفيت فيه مكان الحادث لكن كان فيه إصابات لطفل عنده تقريبا خمس سنوات وكان فيه برضو أصيبة أيضا رجل يبلغ منها لعمر 57 عام كان فيه كمان قتلة وخمسة جرحة بإطلاق نار بمحطة مترو في نيورك كتير قوي على فكرة بنسمع عن هذه الأمور لكن يعني بتكون برضو ممكن يكون حد من عنده مشاكل نفسية أو حاجات زي كده لكن موضوع إطلاق النيران في محطات المترو في نيورك متكررة بشكل كبير عندنا زي ما احنا برضو بنتكلم على الأخبار الخاصة بالسرعات دي كلها عندنا برضو ما زال موضوع أوكرانيا زخيرة أوكرانيا تنفذ وبيدن كان ينشد النواب بسرعة إكرار المساعدات كان فيه برضو هجوم قودة بحياة أربعة جنود إماراتيين يمكن برضو تكلمنا على الموضوع ده كان فيه برضو طائرة سقطت كانت بتنفيذ هبوط التراري على شواطئ جنوب المكسيك بالنسبة للانتخابات عندنا سنة دي 24 سنة الانتخابات كان فيه مقتل شخص في السنغال خلال مظاهر احتجاج على تأجيل الانتخابات وكان برضو فيه الانتخابات الخاصة بباكستان نتائج غير حاسمة ومش عارفين يحلوا الأمر بالرغم منه كان تم إعلان عمران خان من محبسه بأنه هو الحزب الخاص به هو اللي نجح لكن الأمور لسه متوترة لغاية دلوقتي كان فيه برضو الأمور الخاصة زي ما قلت لحضراتكم فيه برضو خبر النهاردة يمكن اللي عندهم أسهم فيه العملات المشفرة البيتكوين وباقي العملات كانت شهدت صعود كبير جدا البيتكوين تجاوية وزا حاجز الـ 51 ألف دولار لأول مرة منذ ديسمبر عام 2021 أما بالنسبة للدولار في مصر هناك ارتباك فيه السوق الموازية للدولار مع ترقب خفض جديد للجنيه المصري وكان فيه برضو زي ما قلت لحضراتكم تقارير بتقول إن احتمال يوصل الدولار لـ 73 جنيه في السوق الموازية مرة أخرى وكل إن احنا مش عارفين دلوقتي لما قالوا رأس الحكمة والاستثمارات والغاية دلوقتي برضو فيه المفاوضات الخاصة بالقرد صدوق النقد الدولي البنك المركزي بيتسلم نصف طن دهب خلال ستة أشهر من شركة شلاتين وفي انتظار تسليم 550 كيلو جرام جديدة فيه برضو كلام عن موضوع حدود السحب والمشتريات باستخدام البطاقات الاقتمانية البنك مصر عايزين يعملوا حد عليها كبير جدا وعايزين يتأكدوا إنه الشخص اللي يستخدم البطاقة دي ويبعت التاريخ المغادرة البلاد وفي مدة أقصها تسعين يوم وإنه يجب أن يتم التأكد من إنه الشخص اللي يستخدم البطاقة الفيزا دي يكون من مصر ومسافر للخارج وعملين حدود كتيرة جدا ياريت أي حد طبعا معاه بطاقة مانية ببنك مصر يشوف الإجراءات الجديدة كمان محمد معييت وزير المالية قال إن الحكومة بتستهدف عوائد تصل إلى ستة وخمسة من عشرة مليار دولار من برنامج التروحات الحكومية وبرنامج التروحات هي يسهم في تعظيم دور الكتاع الخاص في المشاط الاقتصادي ورفع مشاركاته في الاستثمارات العامة عموما يعني مازالت دلوقتي المحاولات وإن شاء الله زي ما بنقول كده هنشوف الدنيا هتوصل لإيه ويحصل استقرار في الدولار في مصر ويتم اتفاق الصندوق النقد الدولي بشكركم على متابعاتنا وإن شاء الله يكون عمعنا الأحداث ومورا الأحداث إن شاء الله حلقة الجمعة انتظرونا إلى اللقاء اشتركوا في القناة